يعني الدقة هي أنك أنت يكون عندك تكون دقيق في كل لحظة في اللي أنت عايزه تامر سعيد صاحب فيلم آخر أيام المدينة اللي كان في الأصل اسمه فيلم طويل عن الحزن بس أنا أصلاً مش عالف إذا كنت أنا بحب الحاجة دي ولا أنا بكرهها أنا كل اللي عارفوا أن أنا يعني عايز أصور كان صوت الشارع وصوت الراديو ونشرة الأخبار كانوا حاضرين بقوة في الفيلم هل تشوف أنه ثم تأثر نوعاً ما بأفلام محمد خان اللي كانت الراديو كان صوت الراديو كان حاضر بقوة في أعماله السينمائية أسباب أن أنا بقيت مخرج هو أنه أنا في سن صغيرة جداً يعني شفت فيلم ضربة شمس لمحمد خان وهو فيلم يعني لما اخرجت من الفيلم قعدت أفكر ليه الفيلم ده مختلف عن باقي الأفلام اللي أنا بشوفها وكن عندي يعني سوري كان عندي سبعة تمان سنين وهداني يعني تفكيري إلى أن الفيلم ده مختلف بسبب أنه فيه شخص ما خلاه مختلف وبالطريقة دي فهمت شغلانت المخرج يعني وتمنيت أن أكون الشخص ده فموضوع التأثر أنا ما قدرش أجاوب عليه يعني هو أنا قدر أقول أني معجب أفلام خان إلى أي مدى أنا تأثرت قد يكون وارد ودائماً فيه ده موجود في الفن وفي السينما يعني لكن بالنسبة لي استخدام يعني صوت الشارع وصوت الراديو هي كانت حاجات وظيفية داخل الفيلم ما هياش جاية من زخرفة للفيلم صوت الشارع الشارع في القاهرة هو أحد سمات المدينة الرئيسية وهو فيلم في النهاية عن المدينة وشخصية المدينة إحنا يعني ممكن نفهمها من يعني الشارع بيعكس تعدد لطبقات المدينة وأنا كنت عايز أن الفيلم يشيل كلمة ساوند سكيب يعني المنظور الصوتي للقاهرة يبقى ولأني في رأيي أنه الضجيج والزحمة والآخر هي بتعكس كمان حاجة عن شخصية المدينة وكنا لازم نحافظ عليها نشتغلنا سنة على الصوت عشان نقدر نوصل لصوت يعني خلينا نشعر أن إحنا في القاهرة وإحنا داخل السينما من ناحية تانية أنا بشوف الفيلم زي ما أحد الشخصيات بتقول يعني هو محاولة للبحث عن الصمت في ضجيج القاهرة وهو عن لحظة بحث عن لحظة تأمل أو لحظة هدوء أو لحظة سكينة جوا المدينة الكبيرة المزدحمة السريعة القاسية المجنونة اللي إقاعها صاخب فبالتالي بالطريقة دي كنا بنفكر في الصوت استخدام الراديو ونشرات الأخبار هو هي كانت حاجة مهمة عشان بالنسبة لي كان مهم أن احنا نفهم السياق الاجتماعي والتاريخي والسياسي اللي بتعيش فيه الشخصيات بمعنى أن احنا كنا محتاجين يكون فيه سرد آخر يعني غير سرد الفيلم كنا محتاجين يكون فيه السرد الرسمي والسرد الرسمي دوت احنا يعني السرد الرسمي احنا قدمناه من خلال نشرات الأخبار اللي كانت موجودة على الشيطة الصوت اللي هي كانت دايما جاية من مصدر موجود جوه المشهد يعني ما كانتش محطوطة كده على المشهد وطبعا هي جزء من ناراتف الفيلم عشان نقدر نفهم الشخصيات دي نوع الضغط اللي هي بتعيشه في حياتها نتيجة التناقض اللي حضرتك أشارتي إليه ما بين اللي بنسمعه على الراديو واللي بنشوفه في الواقع التناقض ده بيخلق عند الشخصيات دوافع تانية أو يعني بيخلينا نفهمهم بطريقة مختلفة جوه الفيلم أنا ما بحسش إن الفيلم بيحاول يقدم إجابات بمعنى إجابات عن أسئلة هو الفيلم بيحاول يطرح أسئلة بحديثك يعني عن المدينة والصخب المدينة المدينة في آخر أيام المدينة كانت مجموعة مدن يعني شفنا القاهرة شفنا بيروت وشفنا بغداد وشفنا مدينة أخرى اللي كان حضورها ممكن وشفنا برلين يعني حتى في السرد كان حضور مدينة الإسكندرية مهم بالرغم إنه ما كانش فيه إدعاء وإنفعال مدينة الإسكندرية اللي أنت حاولت يعني تطرح فيها إشكالية مهمة جدا وهي إشكالية هدم المباني الأثرية والفيلات ذات الطابع المعماري الخاص كيفاش حاولت إنك تحكي على الإشكالية هذه من خلال الصورة لأنه ما تم اشترح الإشكالية هذه في الحوار بين الشخصيات هو الفيلم يعني أنا أنا بحس إن السينما مش المفروض إنها تشرح نفسها يعني أنا بعتبر إن المتلقي هو شخص يعني قادر على ربط الخيوط ببعضها وطبعا البيت هي حنان اللي هي صديقة خالد في الفيلم بتحكي في الأول عن بيت أمها اللي مهدد بالهدم وبعد كده بنشوف هدم البيت بالنسبة لي هدم البيت هو مش مجرد هدم بيت وهو حتى ملوش علاقة بيه يعني طبعا يعني موجود فيه الكلام اللي حضرتك قلتيا عن القيمة الأثرية والتاريخية للمباني بس هو ليه علاقة بمحو ذاكرة ومحو يعني البيت دو تشاهد لحظات حبه وغضبه وأحداث كتيرة لأصحابه فيه اللقطة اللي ما بيقطعوا الصور ويرموها يعني إنك تحرمي الناس من ذكرياته وإن هما يكون عندهم القدرة على إن هما يسترجعوها وهو جزء من التحول القاسي للمدن ويعني كمان علامة واضحة لفكرة الانهيار بالنسبة لعلاقة الفرد الأنابل بالمدينة المدينة الضخمة المدينة الكبيرة شفنا يعني طرحت بشكل قوي العلاقة هذه بين الفرد وبين المدينة وشخصيا يعني وقت لي شاهدت الفيلم العلاقة الجدلية الإشكالية هذه ذكرتني في قصيدة لصلاح جهين اللي يقول فاها بالعامية المصرية يعني يلخص الجدلية هذه اللي تتأرجح بين الحب وبين الكراهية بحبها بعنف وبرئة وعي الاستحياء وبكرهها وبالعن أبوها بعشق زي دا يعني ذكرتني فعلا بالقصيدة هذه على العلاقة الإشكالية بين الفرد وبين المدينة دي يعني يعني أعتبرها يعني مجاملة كبيرة منك إنك يعني تشيري لقصيدة صلاح جهين طبعا أكيد هو الفيلم عن يعني عن شخص وحيد بيحاول إنه يتغلب على وحدته في علاقته بالمدينة وكل ما بيحاول إنه يقترب منها كل ما بيشعر بإنه غربته بتزيد فهو عن الاغتراب داخل يعني مدينتك وكل الشخصيات بطريقة ما يعني عندها نفس الفكرة هي شخصيات يعني بتعيش حالة يعني عاشت حالة فقد وبتعيش في وقت في بيسبق لحظة تحول كبرى اللي هو قبل صورة يناير 2011 وعندها يعني ماضي ثقيل مش عارفة تتخلص منه وواقع خانق ومش قادرة تشوف المستقبل بحديثنا عن بطل الفيلم خالد خالد في وسط الفيلم قال بأنه هو يلعب دور مراقب للأحداث يعني بينه وبين الأحداث في مسافة ولكن لاحظنا في الفيلم أنه خالد لم يقدر على الحفاظ بالحياد المغشوش والموهوم هذا في علاقته بالأحداث خاصة في المشهد اللي فيه البوليس كان يعنف في أحد النشطاء السياسيين فخالد لم يقدر على تصوير المشهد مثل ما فعل مع مشهد الرجل الذي كان يعنف زوجته فلاحظنا ارتباك كبير ولاحظنا خوف يعني أول مرة لاحظوا الخوف الشخصية من خلال المشهد هذا الفيلم بيتكلم عن أنه أنه العنف أنه بيحكي عن العنف الخفي المتصعد وهو العنف ده كل ما بيقرب منه كل ما بيزيد إحساسه بالخوف أنا في رأيي أن خالد يعني ده تصوري طبعا ومنكر يكون ما وصلش بس في تصوري أنه خالد شخص عنده إحساس بالخوف من أول لحظة بس الخوف ده بيتصعد جول فيه وكل شوية بيحس بيقربه يعني كل ما بيقرب منه حتى بيقرب اسمها إيه بيقرب فيزيائيا يعني كمسافة فطبعا هو يشوف العنف الراجل اللي بيضرب مراته من فوقه بيبقى في مسافة جبيرة بتقرب منه وعنف اللي بيحصل في المظاهرة هو بيكون أقرب ليه بعد كده مشهد بتاع النار بعد مباراة الكرة بيكون أقرب وأقرب يعني يحوطوا كل شوية الفيلم بيبقى بياخدوا نحيته يعني فالخوف ده بيزيد لما بنقول إن خالد بيشاهد اللي بيحصل مش معنى كده إنه مش بيتأثر بيه هو بيتأثر بيه أنا كنت بفضل إن هو يكون تأثره بال يعني ده كمان نوع التمثيل اللي أنا بفضله إن خالد ما يتأثرش نيابة عن المتلقي يعني إنه أنا بحس إنه إذا هو عبر عن مشاعره بطريقة زايدة فده مش هيخلي المتلقي يحس بيه أنا بفضل إنه المشاعر دي يعني تبدو محبوسة هو ده اللي بيحصل في الحياة إحنا مشوف حاجة بتخوفنا ما بنرتعبش كده يعني إحنا بنحاول نخبي إنفعالنا ودي طريقة التمثيل أنا بفضله أنا بعتبر إن التمثيل هو إزاي نخبي اللي إحنا نحس بيه مش نظهره كل ما بنظهره كل ما بيبقى تأثيره أقل خلينا من أحداث الفيلم حكيتي الفيلم كله في المقابل حتش هتفرج عليه بقى الفيلم كان ارتجالي نوعا ما يعني وحسينا بهذا يعني كمشاهدة حسيت إنه حتى في تحركات الكاميرا كانت الارتجالية هذية نوعا ما مقصودة يعني إذا عايزين نعمل فيلم عن القاهرة ماينفعش نفرد صورتنا عن المدينة على المدينة إحنا لازم نخلي المدينة تعطينا صورتها فبالتالي إحنا لازم كنا نتقبل يعني ما نبقاش جايين كده وعندنا تصور مسبق عن إحنا هنصور المدينة إزاي لو أنا بروح للتصوير وأنا عندي صور محددة في ذهني فده بيمنعني إن أنا شوف ما ستعطيه ليه المدينة هو الفيلم أنا بعتبره كده زي يعني رأسة مع المدينة وبالتالي فكلا لازم يكون عنده الانفتاح إنه يتلقى من المدينة هداياها وعطاياها يعني طبعا ده مش معناه إن الارتجال مش معناه إن الواحد يقوم بحطة الموصلين كده قدام الكاميرا يقول لهم مسلوا وقولوا أي كلام عكس أنا بعتبر إن الارتجال هو يعني عملية معقدة وطويلة من التدريب والتدريب والتدريب ومناقشة الفرص اللي ممكن تتحى الظروف عشان تخلقي اللحظة اللي موصلين فيها هيقدروا يرتجلوا بثقة ويفضلوا جوه للشخصيات وكمان تدي فرصة المدينة هي تديها لك هي لحظات كتيرة جدا في الفيلم هي لحظات يعني عشان تيجي كانت محتاجة صبر ومحتاجة النوع ده من الارتجال إنه إحنا نفهم المدينة تقدر تدينا إيه فهو الارتجال هو كان نوع من الاستسلام لشخصية القاهرة ومتابعتها وده نعكس على كل حاجة في الفيلم طبعا طبعا وزي ما قلت دوات بيحتاج يعني مجهود في رأيي مجهود أكبر بالنسبة لمنع الفيلم يعني لاحظنا أنه مثلا فيلم خالد يوسف كارمة اللي منعته الرقابة وفي ظرف 48 ساعة يعني رجع الفيلم لأنه خالد يوسف عنده لوبي متاع سينمائيين وصحفيين اللي هما قادرين أنهم يضيفوا عليه أو يتكلموا عليه هل تشوف أنه هذه ثم نوعا ما أزمة بالنسبة للمخرجين كيمة تامر السعيد اللي مزال نجمه نقوله في بداية الطريق ومشواره السينمائي أنه ما عندكش تحس أنه مثلا ميش ظهر مثلا ميش سند أنه يتكلموا على الفيلم بتاعك بش يتعرض في قاعات السينما المصرية يعني أنا حاسس أنه عندي ظهر وسند كبير اللي هما الناس يعني وعدد يعني ما هواش كبير بس يعني بالنسبالي أنا كافي من الصحفيين اللي هما يعني كانوا دايما حابين يقولوا يعني كلمة الحق وفي يعني ويدفعوا عن الفيلم ويمكن ده اختيار يعني شجاع وشديد الشجاعة يعني منهم في اللحظة دي طبعا للأسف ما عندناش نفس الدعم دوت من يعني من الأشخاص المؤثرين لكن أنا برضو يعني يعني حاسس بامتنان كبير لكل الناس اللي دعمتنا احنا على مدار الوقت اللي فات ده كله وفي ناس يعني دعمتنا في الصفحات التواصل الاجتماعي حتى بالكلام عن الفيلم بأنه هما لما الفيلم يتعرض برة يطلبوا من أصدقائهم أنه هما يروحوا يزوروا لولا الناس دول الفيلم ما كانش ما عنده الحياة اللي هي عنده النهاردة وأنا يعني يعني في الآخر كل يعني طبعا أكيد هو ألم كبير يعني يمكن أكبر ألم حصل في حياتي كمخرج كصرع أفلام أنه الفيلم ما تتعرضش في مصر بس أنا يعني في المقابل يعني الدعم اللي خدناه من الناس سواء في مصر أو في البلاد العربية أو حتى في العالم كله كان يعني فوق توقعاتي ويعني وعندي يعني كل الامتنان ليهم يعني شكراً لك شكراً لك شكراً لك